من مهجتي شيل السهام خلي رجعي لقالبي الحمام واتنفسك يا ريحانة أملي جيت بزمن غيبة إمام وتحرى طيفك بالمنام بيكل تقيلو أتلاقى بأجلي ها يا صاحب الزمان الأمان الأمان وين شمسك عن سمائي لوي المهدي موتحان الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي عن إمامنا الثامن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صلي على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها لا أعتقد أن الوقت سيكفي للإجابة على كل الأسئلة التي بين يديه سأجيب على بعضها بحسب ما يسنح به المقام والبقية إذا سنحت الفرصة في ندوة يوم غد إن شاء الله تعالى سؤال من كندا هل تقصر الصلاة في المشاهد المشرفة للأمة عليهم السلام في الروايات والأحاديث الشريفة عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في بعض المواطن المكلف بالخيار بين أن يتم صلاته أو أن يقصر في صلاته يستطيع أن يقصر وهو الحكم الأصل بالنسبة لصلاة المسافر قطعا تعرفون أن القصر هو في الصلوات الرباعية فقط صلوات الرباعية تقصر في حال السفر لكن هناك حالات استثنيت في أحاديث أهل بيت العصمة المكلف بالخيار بين أن يتم صلاته وبين أن يقصر في صلاته المواطن التي أشارت إليها الروايات باعتبار السؤال هنا عن المشاهد المشرفة للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الروايات تحدثت عن الحائر الحسيني عن الحرم الحسيني وأكثر الأسئلة تدور حول هذه القضية الروايات أشارت إلى المسجد النبوي وأشارت إلى المسجد الحرام وأشارت إلى مسجد الكوفة لكن في الأعمل أغلب الأسئلة التي تطرح في الوسط الشيعي دائماً حول الصلاة في كربلا الصلاة في كربلا في الحائر الحسيني في الحرم عن حسيني المكلف مخير بين أن يتم في صلاته وبين أن يقصر لكن في أي مكان قطعاً هناك تحديد موجود وأنا لا أجد دليلاً على ذلك ولكن هناك تحديد هناك مكان موجود داخل الحرم بإمكان الزائر أن يسأل السدنة فيرشدونه هناك مكان معلم بمرمر ملون قطعة من الحرم مساحة يقولون في هذا المكان يجوز المصلي المسافر أن يقصر أو أن يتم ما أجده في أحاديث أهل البيت الحرم الحسيني بشكل عام قبة الحسين قبة الحسين يعني كربلاء الآن الناس حين تسمع قبة الحسين تتصور هذه القبة هذه قبة حديثة بنيت في العصور المتأخرة هذه القبة بنيت في الزمان الصفوي وطرأت عليها تغيرات القبة المراد المكان في الاستعمالات الشعبية في العراق خصوصا في النجف أو في أماكن أخرى يسمون الغرفة قبة قبة القبة هو المكان لا شأن له بشكل البناء وإنما هو المكان فحين نقول قبة الحسين ويستجاب الدعاء تحت قبته المراد المكان الذي حل فيه الحسين الحرم الحسيني في بعض الروايات الحرم الحسيني يمتد إلى خمسة فراسخ خمسة فراسخ يعني شعاعيا إلى مسافة 25 كيلومتر أنا هنا لا أريد دخول في هذه التفاصيل لكن قطعا قطعا من خلال أحاديث البيت الحرم الحسيني بالكامل البناء والصحان والحرم العباسي والتل الزينبي والمخيم ومناطق قريبة محيطة المكان الذي دارت فيه المعركة مكان كبير جدا مكان الذي تحرك فيه الحسين هو هذا الحرم الحسين ولا لسي البناء هذا بناء حديث الحرم الحسيني أو الحائر الحسيني هو المكان الذي تحرك فيه الحسين ويشمل حرم سيد الشهداء الآن الموجود حرم العباس ما بين الحرمين ما يسمى بالتل الزينبي ما يسمى بالمخيم ما يسمى ما يسمى المناطق المحيطة قد تتجاوز الكيلومتر والكيلومترين وهذه كلها الحرم الحسيني في هذه المنطقة قطعا المسافر مخير بين أن يتم وبين أن يقصر المسألة قد تكون فيها تفاصيل أخرى والسؤال وسؤال عام والإجابة عام أيضا سؤال من النمسا في الآية الشريفة لو اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بآية من مثلهم استطاعوا هي الآية ليست هكذا على أي حال هل الآية يعني بهذا الآية المقصودة هي الإمام المعصوم أم هي آيات القرآن الكريم كيف نفهم الآيات إذا أردنا أن نفهم الآيات وفقا للسياق اللغوي فالحديث عن آيات الكتاب الكريم وإذا أردنا أن نفهم الآيات وفقا للروايات فما ورد بتعبير آية أو تعبير آيات قطعا المراد منها محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذا واضح في نصوص كثيرة جدا وردت عنهم هناك رواية مشهورة معروفة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ما لله من آية أكبر مني ولا نبأ أعظم مني السؤال الأخير هل التوقعات الشريفة التي صدرت عن إمام زماننا موجودة كمخطوطات بنفسها أم لا التوقعات الشريفة أولا ما وصل بأيدينا فهو قدر قليل جدا الآن إذا أردنا أن نجمع كل التوقعات الموجودة في الكتب المصادر المعروفة أقدم المصادر الحديثية التي ذكرت توقعات الإمام هو كتاب كمال الدين وتمام النعمة لشيخ الصدوق وبعد ذلك جاءت بعده كتب أخرى شخص صدقته في سنة ثلاثمائة واحد ثمانين للهجرة وهناك جوامع حديثية أخرى البحار مثلا شيخ المجلسي المتوفى سنة 1111 للهجرة عوالم العلوم أيضا هناك مجموعة من المصادر الحديثية جمعت التوقعات الشريفة الصادرة عن الناحية المقدسة وهي قليلة جدا حبارة عن عدة صفحات الغيبة الصغرى استمرت من سنة 260 للهجرة إلى سنة 329 ما يقرب من سبعين سنة بالضبط الغيبة الصغرى بدأت يوم ثمانية شعبان سنة 260 للهجرة الإمام العسكري استشهد في اليوم الثامن من شهر الربيعين الأول سنة 260 للهجرة وثمانية شعبان بشكل رسمي عرفت الشيعة أن عثمان بن سعيد العمري هو السفير الأول من سفراء الإمام حجة بشكل رسمي وبشكل واضح هذا هو المعروف في الوسط الشيعي لمن أرخوا للغيبة فالغيبة الصغرى بدأت ثمانية شعبان سنة 260 وانتهت بالضبط يوم 15 شعبان 329 للهجرة يعني بالضبط مثل هذا اليوم لأنه في مثل هذا اليوم توفي السفير الرابع علي بن محمد السمري بعد أن وصل آخر توقيع كان في يوم عشرة شعبان سنة 329 هذا آخر توقيع التوقيع المعروف بتوقيع المشاهدة هذا آخر توقيع والإمام أخبر في التوقيع أنه ما بينك وبين ستة أيام فيوم عشرة يوم 15 شعبان في منتصف شعبان سنة 329 بدأت الغيبة الصغرى بدأت الغيبة الكبرى مع العلم أن هذه المصطلحات صغرى وكبرى لم ترد في الروايات هذه المصطلحات الشعية نحن نستعملها الذي ورد في أحاديث البيت الغيبة الأولى تسمى بالغيبة القصيرة والغيبة الثانية تسمى بالغيبة التامة فمدة سبعين سنة من 260 إلى 329 يعني إذا نريد أن نتخيل حتى إذا كان في كل شهر تصدر هناك مثلا ثلاث رسائل على سبيل ثلاث رسائل فستتكون كمية كبيرة من التوقعات حتى لو كان رسالة واحدة في كل شهر ما بعيدين من التوقعات مقدار قليل جدا وقطعا السؤال منتفي السائل يسأل أنه مخطوطات بنفسها أبدا لا يوجد مثل هذا هي أحاديث روايات نقلت في كتب الحديث وبالمناسبة إذا نذب إلى آراء مراجعنا وعلمائنا فهم يضعفونها ولا يعبهون بها ما يسمى بالتوقعات توقعات ضعيفة بحسب قواعد علم الرجال والدراية والأصول وسمي ما شئت مع أن النفس المعصومي واضح في هذه التوقعات ولكن في نظر العلماء ما يسمى بغيبة توقعات الإمام هي ضعيفة لكن الجو الشيعي معروف إذا يحتاجون شيء مثلا وأما في الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم إذا يحتاجون هذا التوقيع يعني هذا التوقيع هو الذي على أساس أسسة المرجعية وما عندنا كلمة مرجع ولا مرجعية في كل حديث أطلاقا رواة الوحيدة التي ورد فيها مادة رجعة فارجعوا إلى رواة أحاديثنا ومن هنا اشتق هذا المصطلح مرجعية ومرجع إلى آخرين هذا المقدار يكون صحيحا حينئذن من جملة التوقعات على أي حال بحسب السؤال المذكور في ورقة السائل فالتوقعات هي مثل بقية الروايات وبالمناسبة هذا المصطلح التوقعات لم يكن خاصا بما جاء عن الإمام الحجي أبدا مصطلح التوقعات مصطلح معروف بين أهل الحديث يطلق على الرسائل التي تصدر عن المعصومة هناك عندنا توقعات عن الإمام الحسن العسكري عندنا توقعات عن الإمام الهادي مذكورة في كتب الحديث قال هذا توقيع صدر عن الإمام الهادي هذا توقيع صدر عن الإمام العسكري فمن يراجع كتب الحديث يجد هناك توقيعات باسم الإمام العسكري هناك توقيعات باسم الإمام الهادي مصطلح توقيع يعني رسالة أو جواب كتبه الإمام المعصوم بنفسه أو أملاه على أحد ليس بالضرورة أن يكتبه بنفسه إما أن يكون كتبه بنفسه بخط يده أو أنه أملاه على أحد قد يكون جواباً على سؤال قد يكون وساطة في حل مشكلة وقد يكون ابتداء من الإمام على سبيل التوجيه والإرشاد سؤال آخر من هم الجيش الغضبان في روايات أهل البيت لا يوجد هذا المصطلح الجيش الغضبان وإنما ورد في الروايات جيش الغضب وحتى جيش لم يرد هذا التعبير وإنما شاع في كتب الحديث وإنما ورد مصطلح الغضب السؤال هنا يسأل الجيش الغضبان هذا المصطلح غير موجود وحتى مصطلح جيش الغضب لم يرد هذا النص في الروايات ورد على ألسنة الذين شرحوا الحديث وإنما ورد هذا المصطلح الغضب وهذا عنوان بحسب ما جاء في بعض الأحاديث المنقولة عن سيد الأوصية صلوات الله وسلامه عليه هو عنوان لمجموعة من الذين يقعون في سلسلة الممهدين لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هناك مجموعات مدحت مجموعات ذمت في زمان غيبة الإمام مثل ما مدحت مجموعة الرايات السود القادمة من خراسان مثل ما مدحت مجموعة قوم بالمشرق مثل ما مدحت راية اليمان مثل ما مدحت راية شعيب بن صالح التميمي وأسماء أخرى وردت في الروايات ورد مدح لمجموعة من قبائل مختلفة عنوانتهم الروايات بالغضب والأمير يقول أما أني لا أعرف أسماءهم ومناخ ركابهم يعني أين يتواجدون مكان الذي يتحركون فيه ألا وإن أميرهم رجل من ذريتي باقرا 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 يعني يبقر الحديثة بقرا بالضبط ما هي أوصافهم بالدقة بالنسبة للا علملي لأن الروايات لم تذكر لنا تفاصيل كثيرة تحدثت الروايات عن مجموعة ما هي بالكثيرة جدا الإمام هكذا يقول يأتون من قبائل مختلفة من جات مختلفة الواحد والاثنان والثلاثة والأربعة والخمسة حتى يصل إلى ذكر العشرة الواحد والاثنان والثلاثة والأربعة والخمسة إلى أن يصل إلى العشرة يعني مجموعات قد لا تكون كبيرة جدا لا نعرف بالضبط وبالدقة وبالتشخيص الكامل أين هذه المجموعات لكن من مجمل الأحاديث يبدو أن هذه المجموعات في العراق يبدو هكذا لا دليل على ذلك بشكل واضح وصريح لكن يبدو من خلال جمع القراءة هنا قراءة حالية هنا قراءة مقالية وأنا طريقتي في فهم الأحاديث لن أفهم الأحاديث بمعزل عن الأحاديث الأخرى حين أفهم الأحاديث أجمعها جميعا وأفهم المعطيات من خلال الترابط الذي يظهر مع العلم إننا نفتقر إلى كثير من المعطيات فيما يرتبط بشؤونات غيبة إمامنا وظهوره صلوات الله وسلامه عليه هناك أحاديث ضاعت هناك أحاديث حرفت هناك أحاديث أساء الرواة في نقلها وربما حدث فيها التحريف التحريف ليس متعمدا الأحاديث إما أن يصيبها التحريف المتعمد والذي يسمى بالتحريف أو يصيبها التصحيف التصحيف هو تحريف ولكن التحريف ليس متعمدا ممكن توجد نسخة وحيدة وماء المطر ما يسيل على الصفحة ويختلط الحفر وتضيع بعض الكلمات مثلا في بعض الروايات سعيد السوسي الشوشي السوسي يعني من سوسة من تونس يعني الشوشي يعني من شوش يعني من إيران السويسي السويسي يعني من مصر فمن أي مكان هذا موجود في نسخة عديدة ومثل هذا كثير هذا تصحيف السوسي السويسي الشوشي السنوسي من هذا من أي مكان سانوسي يعني قبائل معروف مجموعة الذين كانوا يحكموا ليبيا العسرة التي حكمت ليبيا قبل الانقلاب الأخير هم سانوسية معروف أنه من أساد الحسنيين شوشي من شوش من إيران هذا الذي يخرج من تكريت من كويت من كوت من كريت كريت يعني هذه الجزيرة كويت يعني هناك أكثر مكان اسمه كويت ومن مناسبة الكويت الموجودة الآن اسمها القديم الكوت هذا اسم حديث كويت كان اسم لمناطق أخرى مناطق منها في إيران منها في العراق كوت وكويت يعني الأسواق الصغيرة هكذا كانوا يسمونها الكوت هو السوق الصغير على أي حال لا أريد الدخول في مثل هذه التفاصيل فالروايات بشكل عام يعني أنا أقول هذا لأجل التثقيف العام فيما يرتبط بالروايات الروايات تعرضت إلى تصحيف خلاصة الكلام فيما يرتبط بجيش الغضب أو بالغضب الذي يبدو من خلال القرائن الموجودة في الروايات هذه المجموعات تكون قبل ظهور الإمام من المجموعات الممهدة الممدوحة والذي يبدو لي لا أقول على سبيل القطع هكذا يبدو لي من خلال القرائن الظنية أن هذه المجموعات في العراق سؤال من العراق انتشار الإلحاد في العراق بمباركة شخصيات مرموقة هل هذه الظاهرة من علامات الظهور الشريف وما هو دورنا في هذه الحالة؟ الإلحاد ظاهرة موجودة على طول التاريخ ليست حصراً في هذا الزمان يمكن أن نقسم الإلحاد إلى مرحلتين إلحاد ما قبل العصر الكوبرنيكوسي والحاد ما بعد العصر الكوبرنيكوسي العصر الكوبرنيكوسي العصر الذي بدأ فيه الصراع قوياً ما بين الكنيسة المسيحية وبين العلماء الذين بدأت اكتشافاتهم وبحوثهم العلمية تتعارض مع معتقدات الكنيسة القديمة نسبة إلى كوبرنيكوس وهذا في الأصل قسيس بولوني وكان عالماً فلكياً وفيزيائياً وقصته معروفة أنا لا أريد هنا أن نتحدث عن تاريخ العلم وما جرى في أوروبا ما قبل العصر الكوبرنيكوسي كان الإلحاد يصاحب الأنبياء وبدأت حركة الإلحاد واضحة وصريحة منذ أن قتل قابيل هابيل منذ مقتل هابيل بدأت حركة الإلحاد وهي المتسيدة في الأرض هي المتسيدة في الأرض بقي أتباع الولاية وهابيل قتل لأجل الولاية لأجل الوصية لا كما يذكر في كتب المخالفين لأهل البيت قضية نساء وزواجه سار تفاصيل أخرى التي ذكرت هابيل قتل لأجل الوصية كان وصياً لآدم وقابيل حسده ولذلك لما رزق آدم بعد ذلك بولده الذي صار وصياً بدأ الصراع ما بين قابيل وما بين هبة الله فالإلحاد منذ البداية كان موجوداً منذ أن نزل إبليس إلى الأرض ما هو إبليس هو سيد الإلحاد منذ أن نزل إبليس إلى الأرض وإبليس نزل مع أبينا آدم وأمنا حوا منذ أن نزل إبليس وبالمناسبة إبليس نزل في العراق وفي الجنوب بالضبط في منطقة الآن في زماننا الحدود الإدارية ما بين البصرة والعمارة في منطقة تسمى ميسان ميسان القديمة هي هذه المنطقة الآن تحديداً صحيح الآن تسمى محافظة العمارة في العراق ميسان ولكن تحديداً ميسان هي منطقة تقع في الحدود الإدارية الآن لا وجود لها تأريخيا هنا تحدث في هذا المكان ما بين البصرة والعمارة هنا نزل إبليس هكذا تقول الروايات حديث عن البيت هكذا أخبرتنا الإلحاب ظاهرة طبيعية حين أقول ظاهرة طبيعية لا أقصد أنها صحيحة طبيعية لأن البشر مخشوات بشر مخشوات فيصبح الشيء الخاطئ طبيعي لأن المخش آدمي شو يطلع من عندها في الأجواء التي يتحكم فيها الدين بشكل وبآخر ينتشر الإلحاب هذا التاريخ دونك التاريخ وقرأ التاريخ أينما تسيد الدين لا لأن الدين ينجب الإلحاب أبدا الدين لا ينجب الإلحاب ولكن الدين بالفهم البشري هو الذي ينجب الإلحاب الفهم خاطئ والتطبيق خاطئ فإن تجي الإلحاب شيء طبيعي ردة فعل بشرية طبيعية جدا هذا التاريخ وأمامك دول المنطقة الدول التي يحكم فيها الدين بشكل وبآخر هي التي ينتشر فيها الإلحاب الآن الآن الإلحاد الحركات الإلحادية تنتشر في السعودية بشكل واضح جدا للمطلعين على شؤون السعودية تنتشر في إيران بشكل واضح جدا الإنترنت موجود ابحثوا عن مواقع الإلحاد من يعرف منكم اللغة الفارسية وستجدون الكثير والكثير بل إن المواقع الفارسية في الإلحاد أكثر عنفاً على الدين من مواقع الإلحاد باللغة العربية من يعرف منكم اللغة الفارسية فليدخل على الإنترنت قسم الفارسي فسيجد أن الهجوم العنيف من قبل المواقع الملحدة أو الدعية للإلحاد باللغة الفارسية أكثر من مواقع الإلحاد باللغة العربية فإنتشر الإلحاد حتى في أفغانستان نرغم كل مشاكل أفغانستان الآن هناك حركة إلحادية واضحة في أفغانستان والغريب أنها في الوسط النسائي أكثر منها وهذا شيء طبيعي للقمع الذي تواجهه النساء في أفغانستان قمع الديني ففي كل المجتمعات التي يتحكم فيها الدين بشكل وبآخر ينمو على الحاشية أو في الزوايا المظلمة إذا لم تكن هناك حرية في العراق الآن يوجد مجال ولا توجد في الحقيقة حرية حقيقية في العراق وتوجد حرية على الأرض قطعا الآن الأوضاع أفضل مما قبل التغيير السياسي ملايين المرات لا يمكن المقايسة بين الجنة والجحيم على الأقل هذا بحسب رؤيتنا نحن بحسب الرؤية الشعية لا توجد المقايسة ما بين الجحيم والجنة فيما قبل التغيير السياسي وبعد التغيير السياسي ولكن لأنه لا توجد جهة في العراق الآن تمتلك القوة القوة صارت عبارة عن بؤر فلذلك لا يستطيع أحد أن يفرض ما يريد تشتت القوة في بؤر مختلفة حتى داخل كل وسط داخل الوسط الشيعي هناك بؤر داخل الوسط الكردي داخل الوسط السوني على أي حال لس الحديث عن الوضع السياسي والاجتماعي في العراق فظهرت الحركة الإلحادية أو الفكر الإلحادي ولهم موجود واضح خصوصا في بغداد في شارع المتنبي في منطقة السراء يعني توجد لهم مقاهي وكافتريات خاصة بهم ومنتديات بشكل واضح وأنا لي حديث مفصل موجود على اليوتيوب إذا تكتبون اسم وتكتبون الإلحاد تحدثت في حديث مفصل في برنامج تلفزيوني عن الأسباب التي تؤدي إلى نشوء الإلحاد وعدت جملة منها من جملة هذه الأسباب هو ضحف الخطاب الديني الخطاب الديني متخلف عندنا خطاب الديني خطاب متخلف جدا خطاب الديني متخلف المؤسسة الدينية متخلفة جدا الفهم البشري للدين وإعطاء صفة القداسة هذا الفهم الذي أطرحه هو فهمي قد يكون مصيبا وقد يكون مغطئا لا قدسية له المشكلة أن رجال دين عدموا الثقافة حتى لو كبرت عمائم أنا لا أبالي تعرفونني لا أبالي حتى لو كبرت عمائمهم حتى لو لقبوا بآيات الله العظمى رجال دين في الحقيقة متخلفون أنا حين أقول متخلفون لأنني أنا ابن هذا البيت أنا من البيت وأتكلم أنا ابن هذا البيت أنا لم أكن أجنبياً عن هذا البيت هذا بيتي وأنا أتحدث عنه رجال دين متخلفون عدموا الثقافة والأكثر من هذا عدموا الاطلاع على حديث أهل البيت والأكثر من هذا قواعد الفهم عندهم جئ بها من الشافعي أو من الأشاعر أو من المعتزلة أو من الصوفية أو من المنهج القطبي جئ بها واستخرج الفهم ولابد على الشيعة أن تقدس هذا الفهم أي هراء هذا هراء هذا من القول بسبب هذا الوضع الشيء الطبيعي سينشأ الإلحاد سيخرج أناس يرفضون هذا الفهم المتخلف قطعاً التربية المعادية للدين لا تنسوا الفكر الماركسي انتشر عندنا في مناطقنا أتعلمون أن رموز الفكر الماركسي خرجت من مناطقنا الشيعية ولا تستغربوا إذا قلت لكم رموز الفكر الماركسي خرجت من النجف من النجف خرجت من مناطقنا الشيعية في الجنوب انتشر الفكر الماركسي في فترة زمانية لا توجد في المكتبة الشيعية كتب إلا تتحدث عن نجاسة البول والغاض هذا الموجود في المكتبة الشيعية فلجأ المتدينون إلى فكر القطبي لماذا لجأ المتدينون الشيعية إلى الفكر القطبي لأن المكتبة الشيعية خاوية على أروجها والله خاوية على أروجها فلجأ المتدينون الشيعية إلى كتب البوطي وعبد القادر عودة وسيد قوت وسعيد حوة وفلان 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 إلى سلسلة طويلة من قائمة الفكر المخالف لأهل البيت وأشبعت ساحة الثقافة الشيعية من أكبر خطيب شيعي إلى أصغر واحد بهذا الفكر القضية هي نفس الأمر نفس المشكلة في مقطع انتشر الفكر الماركسي والغريب ماذا؟ الغريب صار معروفاً في المجتمع الشيعي في المجتمع العراقي عموماً أن الماركسي هو المثقف في المجتمع وأن المثقف هو الذي يكون ماركسي والحال لا توجد هذه الحقيقة هذا أمر يجانب الحقيقة لا علاقة للثقافة بالماركسي يمكن أن يكون هناك مثقف صار ماركسي ويمكن أن يكون هناك إنسان جاهل لا فهم له صار ماركسي ما هي الماركسية؟ فكرة بغض النظر عن حقها أو بطلانها فكرة يقبلها هذا الشخص يرفضها ذلك الشخص كبقية الأفكار الأفكار عبر التاريخ أفكار الحق وأفكار الباطل هناك من يقبلها هناك من يرفضها الذين يقبلون والذين يرفضون فيهم العالم فيهم الجاهل فيهم المثقف فيهم المتخلف وهكذا فيهم الذكي وفيهم الغبي ما هو المجتمع البشري؟ هكذا والأفكار هكذا وطبيعة الحياة وقوانين الحياة هكذا تجري ولكن لأن الماركسية كانت ردة فعل على عدم الثقافة في الواقع الديني صارت الفكرة هكذا من أن الماركسي يكون مثقف الآن انحسرت الماركسية تحت وطأة التاريخ تحت وطأة السياسة والتقلبات والحرب الباردة والمعادلات السياسية المختلفة ظهرت هذه الموجة نفس الأسباب لو أردنا أن ندرس الأسباب التي أدت إلى ظهور الفكر الماركسي وانتشاره في مجتمع ديني مثل مجتمعاتنا نفس الأسباب هو خلوب الساحة الثقافية الدينية آنذاك من الخطاب المتزم الذي يتماشى مع ثقافة العصر الحال هو هو الآن نفس الشيء ثقوا وليس بالضرورة أن تثقوا كلام أنا أقوله ولكن هذه الكلمة اعتاد الناس أن يقولوها ليس بالضرورة أن تثقوا أو طالبكم أن تثقوا بكلامي ولا أريد أن أعلم الناس أن يثقوا بكلام رجل الدين عليهم أن يدققوا النظر فيما يقول ولكننا اعتدنا على هذا النوع من الخطاب هذه الكلمات اعتدنا عليها سمعناها عمرا طويلا واعتدنا على قولها لأن رجل الدين يفترض في نفسه أن يكون مقدسا وأن يكون كلامه مقبولا لماذا؟ على أي أساس؟ ما هو الدليل على ذلك؟ وإذا رجعنا إلى الحقيقة وبحثنا سنجد الخرابيط والخرابيط والخرابيط إذا أردنا أن نقوم بدراسة مقارنة لما أنتجته المؤسسة الدينية الشيعية في القرن السابع الهجري والآن هذه قناعتي لا شأنني بالآخرين ولكنها قناعة يمكنني أن أثبتها كما عودتكم حسيا بالأدلة الحسية وبالكتب والمصادر ما أجده قد كتب في القرن السابع الهجري والله أكثر تطورا مع هذا العصر لا أقول يناسب العصر لكن لو أريد أن أقوم بعملية مقايسة بينما تنتجه المؤسسة الدينية في هذه الأيام في زماننا هذا وبينما أنتجته في القرن السابع الهجري ما أنتجه في القرن السابع الهجري أكثر تطورا من جهة نسبية مع الذي ينتجه الآن فهذا شيء طبيعي هل أن انتشار الإلحاد من علامات الظهور الشريف إذا كان المقصود بهذا الشكل الخاص لا وإذا كان الحديث عن العلامات الخاصة لا أما إذا كان الحديث عن انتشار الضلال وتقلب الأفكار وحيرة الناس فهذا يشمل الإلحاد وسائر الاتجاهات الفكرية الأخرى نعم هذا موجود الرواة تحدثة عن ضلال الناس تحدثت عن الحيرة تحدثت عن اختلاف الأفكار عن خروج مذاهب ومجموعات جديدة هذا كثير جدا ورد في الروايات وورد في دائرة العلامات العامة لا في دائرة العلامات الخاصة نعم إذا كان المراد هذا نعم ولكن لا خصوصية لحركة الإلحاد الموجودة في العراق فالإلحاد الآن ينتشر في السعودية في إيران في العراق في سوريا في لبنان في الأردن وفي مصر ينتشر بشكل قوي جدا وحتى في السودان مناطق التي وقعت تحت سلطة دينية مناطق التي عانت من تجربة دينية معينة في الجو السياسي طبعا ليس هذا مبررا أنا لا أقول هذا مبرر ويعطي عذر للملحدين ولكن أنا الآن أصف الواقع كما هو الواقع هكذا فالسؤال هل هو من علامات الظهور بشكل خاص لا أما بالنحو العام نعم ولكن ليس خاصا بهذه الحالة الموجودة في العراق هذه الحالة يمكن تنتشر يمكن تنحسر والأفكار والعقائد بحسب الظرف السياسي والاجتماعي الظروف السياسية والاجتماعية هي التي تتحكم بقناعات الناس على سبيل المثال مثلا الآن الناس الذين يملكون سيارات هنا أقصد في أوروبا أو في الدول التي تعمل بنظام شركات التأمين بشكل حقيقي يعني يعطون تأمين حقيقي لا كما في دولنا بشكل حقيقي بعض الناس أصلا تتمنى أن تسرق سياراتها يريد أن يجدد سيارته يتمنى أن تسرق سيارته والآخرون لا يخافون على سياراتهم أن تسرق السبب ما هو هو المنظومة الاقتصادية القانونية الفكرية الاجتماعية الثقافية الموجودة لكن مثلا في مناطق أخرى يتفننون في صناعة الأقفال ثقوا وأعتقد الشيخ الخضر يتذكر أحد الأخوة في إيران في التسعينات كان سيارات تسرق فكان يربط بنيد غطاء الماكنة غطاء الموتور البنيد يربطه بحبل ويشد الحبل بخيط ويربط الخيط بإبهامه وهو نعم أنا هذه القضية بعيني رأيتها يربط مع أنه يرفع الباتري ويرفع بعض التوصيلات ومع ذلك لأنهم يدفعون السيارة يأخذونها ويسحبوها يربطوها بسيارة ثانية ويأخذوها فكان يربط غطاء الموتور يعني البنيد بحبل والحبل يشده بخيط والخيط يدخله من نافذة الغرفة والسيارة كانت واقفة في الزقاق بجانب الشباك في الغرفة التي ينام فيها ويربط هذا بخيط برجله هذه الفقر الواقع السياسي الاجتماعي الواقع الاقتصادي هو الذي ينتج الأفكار والقناعات كنت أتحدث في الحديث الذي تقدم أثناء برنامج الاحتفال وقلت بأن الإنسان هو مجموعة من العواطف والقناعات وهذه العواطف والقناعات أحد السلطات التي تشكلها سلطة المجتمع بخط النظر عن السلطة السياسية سلطة ثقافية في المجتمع الأعراض التقاليد الواقع الذي يعيشه الإنسان لذا أقول بأن ظهور هذه الحالة يمكن أن تنتشر بسبب وضع سياسي أو اقتصادي معين وضع اجتماعي معين ويمكن أن تنحسر بعد ذلك العلامة وإن كان لم يقع السؤال عنها لكن العلامة التي نجدها أكيدة وواضحة في روايات أهل البيت علامة السفياني لن تجد علامة في حديث أهل البيت تشير إلى قرب ظهور الإمام عليه السلام أوضح من علامة السفياني أوضح علامة إذا أردنا أن نجمع ما جاء في كتبنا أو حتى في كتب السنة في كتب المخالفين لأهل البيت إذا أردنا أن نجمع الأحاديث التي وردت بخصوص السفياني ثقه يمكن أن تشكل كتابا كبيرا فقط يمكن أن تشكل كتابا كبيرا ما جاء بخصوص السفياني العلامة الواضحة جدا جدا واضح وبقية العلامات على ضوء علامة السفياني نستطيع أن نشخصها حتى العلامات الأخرى الخاصة نستطيع أن نشخصها على ضوء تشخيصنا لعلامة السفياني هذه ملاحظة صغيرة جانبية أحد المخالفين وجه لي سؤالا ما مضمونه أن الإمام الحج قال الكافي كافي لشيعتنا فلماذا تم تأليف الموسعات الحديثية الأخرى بعد الكلين رحمه الله هذه الكلمة ربما ربما لا نملك دليلا قطعيا على صدورها عن الإمام الحج صلوات الله وسلاما أنا لا أنفيها أبدا أقول إننا لا نملك دليلا قطعيا على صدور هذه الكلمة عن إمام زماننا ما بأيدينا من التوقعات لأن هذا توقيع الكلين متى توفي الكلين توفي سنة ثلاثمية وثمانية وعشرين للهجرة والسمر متى توفي ثلاثمية وتسعة وعشرين يعني الكلين وفاته قبل نهاية عصر الغيبة الصغرة هذا المعروف هناك من يقول بأنه توفي ثلاثمية وتسعة وعشرين قل لا سواء توفي ثلاثمية وثمانية وعشرين وهو الذي أنا أطمئن له شخصيا من خلال القراء والبحث أنه وفاته ثلاثمية وثمانية وعشرين وقد يكون الاحتمال آخر صحيحا أيضا بالنتيجة يعني هو في زمان الغيبة ألف الكتاب في زمان الغيبة الصغرى في زمان النوى فإذا كان هذا الكلام صادرا عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لا بد أن نجده في جملة التوقعات مع العلم قلت قبل قليل أن أكثر التوقعات لن تصل إلينا ما بأيدينا هو مقدار قليل من التوقعات لكن المصادر الموجودة الآن بين أيدينا مثل كمال الدين وتمام النعمة مثل الاحتجاج الطبرصي وغيرها من الكتب التي اجتملت على التوقعات لم نجد في هذه الكتب هذا التوقع هذا الكلام يشيع بين علمائنا الذين يتبنون المنهج الإخبار الشائع وما هو ببعيد أنا لا أنفي أن هذا الكلام صدر عن الإمام الحج عليه السلام ولكن أقول ليس بأيدينا من دليل قطعي أن الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه قال هذا الكلام نحن والواقع في الحقيقة لو سألتني بحدود خبرتي بحديث أهل البيت حتى لو لم تكن هذه الكلمة صادرة عن الإمام الحج ونفترض أحد العلماء قالها كلمة مصيبة مئة في المئة لو أراد الشيعة أن يكتفوا بالكافي فقط بإمكانهم أن يكتفوا به على المستوى الشرعي على المستوى العقائدي على المستوى الأخلاقي وحتى على المستوى التأريخي نحن يهمنا من التأريخ ما يرتبط بعقيدتنا كتاب الكافي يشتمل على جواهر ودرر ولآل حديث المعصومين صلوات الله وسلامه عليهما جمعين هو في الفعل كتاب كافي يعني وبالمناسبة هو المؤلف نفسه في المقدمة هو يقول هذا الكتاب كتاب كافي هو في المقدمة يقول هذا الكلام وفعلاً إذا أردنا أن نقيم هذا الكتاب بالقياس إلى بقية الكتب لكن هل يعني أن كتاب الكافي جمع كل أحاديث أهل البيت قد خل فأحاديث أهل البيت موجودة نحن إذا أردنا أن نبحث في تأريخ حديث أهل البيت قد يصل عدد الكتب التي جمعها أصحاب الأئمة عن الأئمة قد يصل إلى ستة آلاف كتاب جمعت في جوامع عرفت بالأصول الأربعمائة بعض هذه الجوامع من الأصول الأربعمائة من يعرف منكم كتاب البحار ربما تكون بحجم البحار لكنها ما وصلت إلينا كاملة بعض هذه الأصول الأربعمائة قد تكون مجتملة على عشرين أو ثلاثين حديث وبعضها قد تكون بحجم البحار أو أكبر من البحار من خلال التتبع في كتاب الكافي الذي يبدو للمتتبعين وأنا واحد منهم أن الكلين رحمة الله عليه نقل عن أكثر من مئتين مصدر ربما البعض يوصله إلى أكثر من مئتين وخمسين مصدر من هذه الأصول الأربعمائة قطعاً لم ينقلها كاملة وإنما نقل منها بحسب تبويب الكتاب بالنتيجة هو عنده مخطط لكتابه وبوى بالكتاب على أن يجمع فيه الأحاديث التي تحتاجها الشيعة في حياتها الدينية والدنيوية المرتبطة بحياتها الدينية فجمع ما بين العقائد ما بين تفسير القرآن ما بين التاريخ العقائدي ما بين ما يرتبط بشؤون الغيبة أسرار الأئمة الأحكام الشرعية الأذكار الأوراد الأخلاق تقريباً المواطن التي نحتاجها في حياتنا أنا أقول لكم بالإمكان أن نخرج مختصراً من الكافي حتى ربما بنسبة العشر من الكافي ويكفي يكفي الإنسان في حياتي يمكن أن نختصر من كتاب الكافي كتاباً يكون بمقدار عشر الكافي ويكون كافياً للإنسان لكن بقيت الأحاديث الكثيرة هل تترك هكذا لا بد أن تجمع وعلى هذا السؤال يعني ليس سؤالاً علمياً دقيقاً ولكني أحببت الإجابة عليه لهذه المعلومات التي أعببت أن أوردها بين أيديكم لأجل الاستفادة منها أرجو توضيح دلالة الألفاظ هذه المسجد الحرام البيت العتيق مكة بكة أنا لا أدري السائل يسأل عن الدلالة اللغوية أو الدلالة الجغرافية وأسأجيب وهل إبراهيم كان في هذا المكان الذي يسمى اليوم مكة أما إبراهيم لم يكن في هذا المكان والقضية معروفة تعريخياً إبراهيم عاش في بلاد الشام وتوفي في بلاد الشام وقبره لا زال في بلاد الشام وبالذات في فلسطين ومعروفة هذه القضية ولا تحتاج إلى كثير كلام إبراهيم عراقي في أصله من أور من الجنوب وهذا هو المعروف وهاجر إلى فلسطين عبر الأردن سافر إلى مصر في مقطع من حياته ورجع بعد ذلك إلى فلسطين عاش فيها وتوفي فيها ولكنه جاء بزوجته هاجر وولدها إسماعيل والقصة تعرفونها إلى بلاد الحجاز والقرآن الكريم تحدث عن بناء إبراهيم وإسماعيل للبيت وهذه التفاصيل أعتقد تعرفون على حاجة لأن أطيل الوقوف عندها فإبراهيم ما كان يعيش في هذه البلاد يعني في الحجاز وإنما كان يعيش في بلاد الشام يأتي مسافرا إلى بلاد الحجاز أما ما هي دلالة الألفاظ المسجد الحرام المراد من المسجد الحرام هو ما يحيط بالكعبة هذا هو المسجد الحرام نحن عندنا الكعبة وعندنا المسجد الحرام وعندنا الحرام الكعبة تقع في الوسط ما يحيط بها هو المسجد الحرام ما يحيط بالمسجد الحرام هو الحرم والذي يبدأ من المواقيت والذين ذهبوا إلى الحج يعرفون المواقيت بدايات الحرم من المواقيت فالمكان الذي يحيط بالمسجد الحرام هو الحرام هو الحرام أو الحرام أيضاً يسمى والمسجد الحرام هو الذي يحيط بالكعبة هذا هو المسجد الحرام أما الحرام كلمة الحرام إذا كان السؤال عن معناها فالحرام هو المطهر أو هو المقدس وفي الأصل هو الممنوع في الأصل هو الممنوع ولكن حين يوصف مكان بأنه حرام أي منع عنه النقص أي منعت عنه النجاسة فمكان تمنع عنه النجاسة مكان تمنع عنه بعض الأشياء ليس الذي يدخل إلى المسجد الحرام هناك له خصوصية وأحكام وتفاصيل مذكورة في مواطنها المراد من البيت العتيق نفس الكعبة البيت العتيق هو الكعبة وليس المسجد الحرام المسجد الحرام كما قلت الفناء المحيط بالكعبة أما البيت العتيق البيت العتيق هو الكعبة قطعاً حدود الكعبة ليست هذه الحقيقية نحن لا ندخل في هذا الموضوع ولكن الكعبة في حدودها الحقيقية هي البيت العتيق لماذا سمي بالبيت العتيق؟ ربما يشيع في كتب التفسير بالبيت العتيق أنه بيت قديم وأن أول من بناه واختطه جبرائيل وأنه كان مبنياً قبل آدم وكانت الملائكة تطوف فيه وجدد بناءه آدم وموجود هذا التفصيل لكن في أحاديث أهل بيت العصمة قطعاً هذه المعاني لا يعني أنها ليست موجودة في حديث أهل البيت لكن أنا والمصطلح البيت العتيق في حديث أهل البيت سمي بالبيت العتيق لأنه المنطقة الوحيدة بحسب الروايات التي ما خضعت لطوفان نوح فكان بيتاً عتيقاً أعتق من الطوفان سمي عتيقاً يقال له عتيق فقيل له البيت العتيق لأن هذا المكان لم يجري عليه ماء الطوفان هكذا حدثنا صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه أما مكة فكلمة مكة هي لغة من بكة مكة وبكة هناك إبدال موجود في الحروف وهذا موجود في كل اللغات وفي اللغة العربية يوجد عندنا الإبدال أيضاً إبدال في الحروف يوجد عندنا إبدال على نحو الكتابة ويوجد عندنا إبدال على نحو اللفظ كما في حالات الإدغام مثلاً ما نقول من بر وإنما نقول من بر هناك إدغام حالات الإدغام سواء الإدغام اللغوي أو الإدغام الذي يذكرونه في فن التجويد هناك إدغام وهو إبدال الحروف وهناك إبدال لفظي في اللفظ في الكتابة فمكة وبكة وهذا شائع في اللغات العربة المختلفة من درس علم اللغات يعرف هذه القضية هناك هناك حروف عند القبائل العربية تبدل بعض القبائل العربية ولا زال في مناطقنا الجنوبية في العراق وحتى في الخليج في المناطق البدوية مثلاً تبدل حرف القاف إلى غين فأينما جاء حرف القاف يحول إلى غين وهكذا موجود في اللهجات المختلفة كان هذا موجوداً في لغة العرب حديث ينقله علماء اللغة ربما من درس منكم العربية مر علي هذا الحديث أن النبي قاله بلغة حمير اللغة اليمانية الحديث هو ليس من البر الصيام في السفر بلغة حمير يكون ليس من البر أم صيام في السفر فهم يقلبون اللام إلى الميم فمكة وبكة لم تردت تسمية مكة في القرآن وإنما وردت بكة لكن ورد تفصيل جغرافي في حديث أهل البيت أن مكة اسم للمدينة وبكة اسم للبيت يعني اسم للكعبة ورد هذا عن إمامنا الصادق فمكة اسم للمدينة لمدينة مكة وبكة اسم للبيت للبيت العتيقة الذي تحدثت عنه قبل قليل وقيل له بكة قيل لها بكة لماذا؟ لأن الناس كما يقول إمامنا الصادق يبكوا بعضهم بعضا في هذا المكان الإزدحام بكة الناس بعضهم بعضا إذا ما تدافعوا والتسقط الأكتاف بالأكتاف فقيل لها بكة لأن الناس تزدحموا وورد في بعض الروايات ولا إشكال في الجمع بين هذه المعاني من البكاء من علامات الإيمان أن المؤمن إذا ما نظر إلى البيت هكذا ورد في الروايات في أول نظرة تدمع عينا أرض يكثر فيها البكاء بالمناسبة مكة وبكة بكة فيها ما بين الركن والمقام قد دفن سبعون نبي الرواية هكذا تقول ما بين الركن والمقام هناك رواية تشير إلى أعداد أكثر من ذلك هنا بكى الأنبياء فأرض يكثر فيها البكاء فقيل لها بكة ولكن أكثر رواياتنا الموجودة بين أيدينا قيل لها بكة لأن الناس يبكوا بعضهم بعضاً أنا لا أريد أن أفصل أكثر من ذلك ولا أدري هل أن سائل يريد هذه الإجابات أو لا ولكن للفائدة لا بأس من الإشارة إلى بعض هذه التفاصيل سؤال آخر في زيارة الصديقة الطاهرة صلوات الله عليها لنبشر أنفسنا بأنّا قد طهرنا ليس بولايتهم وإنما قد طهرنا بولايتك لنبشر أنفسنا بأنّا قد طهرنا المكتوب هنا بولايتهم الموجود في الزيارة بأنّا قد طهرنا بولايتك وولايتها هي ولايتهم قطعاً لا فرق في المعنى والمضمون ولكن الموجود في النص في نص الزيارة الشريفة موجودة في المفاتيح أو غير المفاتيح لنبشر أنفسنا بأنّا قد طهرنا بولايتك الخطاب للصديقة الطاهرة فهل هي طاهرة مادية أو معنوية أو كليهما قطعاً المقصود الأول حين نتحدث عن الطهارة هي الطهارة المعنوية العقائدية ولكن الطهارة المعنوية تأتي معها الطهارة المادية هذا الشيء طبيعي فالطهارة المادية هي متفرعة أساساً عن الطهارة المعنوية لكن الأصل الأصل حينما نتحدث مع الصديقة الطاهرة لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك الأصل في الحديث هنا عن الطهارة المعنوية والطهارة المعنوية تأتي معها الطهارة المادية أعطني الطهارة المعنوية ستأتي الطهارة المادية في أذيالها الأساس هو الطهارة المعنوية قطعاً الذي تطهره الزهراء طهارة معنوية سيطهر أيضاً طهارة معنوية هذا الموضوع لا أعتقد بحاجة إلى بحث أو جدل أو كثير من الكلام والقول فطهارة هذه أساساً هي طهارة معنوية وتأتي الطهارة المادية في أذيالها في حاشيتها تبعاً له هناك حديث يرويه الشيخ الكليني في الكافي عن إمامنا الصادق في الجزء الثامن في كتاب الروضة في روضة الكافي في الجزء الثامن وأعتقد أن من تابع حديثي وبرامجي مراراً أذكر هذا الحديث عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه أن عدو علي لو جاء إلى الفرات وهو يزخ زخيخاً ومد يده في هذا الماء الجار الزخاخ وقال بسم الله وملأ يده وشرب بيده وشرب بيده وبعد ذلك قال الحمد لله ما كان ذلك إلا دماً مسفوحاً أو لحم خنزير هذه النجاسة المادية هي تبع للنجاسة المعنوية وإنما تستبان الأمور بأضادها وأعكس المطلب تستبان الأمور بأضادها يعرف النهار من الليل ويعرف الليل من النهار ما حكم الاقتراض من البنوك الربوية أنا لا أدري في الدول العربية أو الدول الغربية لا فارق بين الدول العربية والغربية ما حكم الاقتراض من البنوك الربوية في الدول الغربية العربية لمن أراد أن يشتري شيئا ضروريا كالبيت مثلا أو غير ضروري كالسيارة وما شابه ما كان ضروريا أنا هنا لا أحدد ما هو الضروري الضرورات يحددها الأشخاص أنا لا أستطيع أن أحدد هذا الشيء ضروري وهذا الشيء غير ضروري نعم هناك قضايا واضحة مثلا إنسان مصاب بمرض عضال ويحتاج إلى علاج هذا ضروري هذا لا خلافة عليه هناك مشكلة كبيرة قد تؤدي بالإنسان إلى السجن مثلا هذا ضروري هناك ضرورات نتفق عليها جميعا هناك حد من الضرورات الجميع يتفقون عليها وهناك ضرورات تختلف من شخص لآخر الضرورات التي تختلف من شخص لآخر هذا هو الشخص يحددها لست أنا الذي أحددها ربما هناك شيء بالنسبة لي قد يكون ضروريا قد يكون لغيري ليس ضروريا وكذلك قد يكون شيء لأحدكم ضروريا ولكن لي ليس ضروريا فهذه القضية تختلف باختلاف الأشخاص باختلاف ظروفهم وحياتهم ما كان من شيء ضروري في حياة الإنسان يجوز الاختراض من البنوك الربوية باعتباره هذا المعروف أن هذه البنوك ربوية والمعاملات الجارية فيها معاملات ربوية وهذا هو الرأي المعروف الشائع في الوسط الشرعي وفي الوسط الشيعي مع أن القضية بحاجة إلى نقاش وبحث ما كل المعاملات والإجراءات التي تجري في البنوك ربوية لأن الزمان تغير وقديما ما كان الزمان له قيمة الآن الوقت له قيمة المعلومة لها قيمة الاستشارة لها قيمة الخدمة لها قيمة أشياء كثيرة صار لها قيمة قديما ليست لها قيمة القضية بحاجة إلى نقاش من دون الدخول في تفاصيل هذا النقاش الذي قد يطول ويطول الشيء المعروف فعلا في الوسط الشرعي في الوسط الديني البنوك بشكل عام بنوك ربوية تعمل في أجواء المعاني الربوية في هذا الجو في الجو الربوي في مثل هذه الحالة في حالات الضرورات يجوز الإنسان أن يقترض من هذه البنوك وكما قلت مسألة الضرورة تختلف من شخص لآخر مثلا السائل ذكر بأن السيارة ليست ضرورية بالنسبة له قد تكون ضرورية بالنسبة لشخص آخر حتى لا يحدث اشتباه لسه المراد أن السيارة ليست ضرورية تختلف بالنسبة للسائل يرى أن البيت له ضروري ولكنه يرى أن السيارة ليست ضرورية قد تكون السيارة ضرورية وربما يحتاج الرجل لزوجته أو لولده أو لبنته وأيضا يدخل في دائرة الضروريات هذه المسألة تختلف حاجات الناس مختلفة شؤون الناس مختلفة مشاكل الناس مختلفة لا نستطيع أن نفرض على الناس قانونا واحدا لا يمكن هذا الدين ما جاء لتقييد حرية الإنسان الدين جاء لخدمة الإنسان هناك اشتباه كبير موجود في الثقافة الدينية الناس تتصور أن الناس تخدموا الدين الدين جاء لخدمة الإنسان وليس الإنسان لخدمة الدين الدين وسيلة لخدمة الإنسان قد يقول قائل الأئمة ضحوا في سبيل الدين نعم حتى يبقى الدين يخدم الإنسان نحن نضحي في بعض الحالات في سبيل الدين لماذا؟ حتى يبقى الدين على رسالته الصحيحة يخدم الإنسان وإلا في الأصل الإنسان قبل الدين هذا الحديث أنتم سمعتم به أو ربما البعض يحفظه منكم أن حق المؤمن أعظم من حق الكعب حق المؤمن أعظم من حق الكعب وأعظم من حق الكعب مليارات المرات إذا ما أردنا أن نعود إلى ثقافة أهل البيت لا إلى ثقافة بدوية ثقافة السقيفة ثقافة بدوية نقلت إلينا تقديس شيخ القبائل نقلت إلينا تقديس الأصناع ولكنها ترجمتها بلغة أخرى والمشكلة هذه الثقافة زحفت على الواقع الشيء زحفت بشكل واضح وقوي وبأيد شيعية لا من السلطات العباسية والأم أبدا بأيد شيعية خالصة مئة بالمئة لا بقصد سيء أبدا لا بقصد سيء ولكن مثل ما مر قبل قليل وقلت بأن المتدينين في العراق الشيعة في الوقت الذي هيمنت فيه الثقافة الماركسية في الشارع العراقي ركضوا إلى كتب الأخوانيين أتعلمون أن السنة في الأعظمية كان يأتون إلى النجف يشترون كتب سيد قطب لأنها متوفرة بكثرة في النجف أكثر مما هي متوفرة في الأعظمية وهذا الكلام ما هو بكلام جزافي هذا كلام موثق في الحديث إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا مؤمن تحنى الله قلبه ليس بالإيمان وإنما للإيمان كان رد الإمام إلا من ارتضينا السؤال ما معنى إلا من ارتضينا علما أن النبوة والقرب الملائكي والإيمان الممتحن ليس معيارا لاحتمال أمرهم الحديث هو هكذا الحديث عن إمامنا الصادق ينقله شيخنا أبو جعفر الصفار من أصحاب إمامنا العسكري في كتابه بصائر الدرجات إن أمرنا صعب مستصعب ذكوان أجرد لا يحتمله لا يحتمله لا نبي مرسل موجود إلا نبي مرسل ولكن السؤال عن هذا الحديث لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان قال فمن يحتمله يا ابن الرسول قال من شئنا ليس من ارتضينا فارغ كبير بين من ارتضينا من شئنا من شئنا يعني بكلفهم راضين عنا ما راضين عنا بكلفهم القضية راجعة إليه من شئنا كما يقول أمير المؤمنين أنا الأول وأنا الآخر أنا الظاهر وأنا الباطن أنا المحيي قضية راجعة إليهم العمر بيدهم فمن شئنا هذه الكلمة تشير إلى ولايتهم وسلطتهم المفتوحة على الإطلاق في جميع الاتجاهات في الاتجاه التكويني في الاتجاه التشريعي في أي اتجاه آخر من شئنا القضية راجعة إليهم لا توجد هنا موازين السائل يقول علما أن النبوة والقرب الملائكي والإيمان الممتحن ليس معيارا نعم لا توجد هنا معايير هذه قضية فوق المعايير وذل كل شيء لكم كما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم فمع محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا توجد هنا معايير هم الذين يؤسسون المعايير هم يؤسسون المعايير هم يلغون المعايير هم يحددون المعايير هم يضيقون المعايير أتعلمون أنه في رواياتناً وفي أحاديثنا وحتى في الأدعية حتى في الأدعية التي وردت عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن الله خلق الجنة لشيعتهم ليست لهم إن الجنة مخلوقة لشيعتهم هذا المعنى ورد في رواياتهم إذ كانت الجنة مخلوقة لشيعتهم الموازين مختلفة حينما يصل الحديث إليهم إلى فنائهم ترتبك موازين المنطق وتضطرب قواعد التفكير فعلا إذا أردنا أن ننظر في كلمة الإمام الجواد التي قالها لمحمد بن سنان ومع ذلك هي في حدود المدارات الرواية يرويها شيخنا الكلين في الكافي في الجزء الأول محمد بن سنان يحدثنا عن أبي جعفر الثاني عن إمام الجواد وهو يحدثه عن الديانة التي من لزمها لحق الإمام يقول خذها يا محمد يخاطب محمد بن سنان خذها هذه هي الديانة التي من لزمها لحق ومن تخلف عنها محق ما هي هذه الديانة إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة هؤلاء أئمة الأئمة هؤلاء هم أئمة الأئمة ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة محمد إمام الأئمة علي إمام الأئمة وفاطمة إمام الأئمة هؤلاء أئمة الأئمة الثلاثة في حديث أهل البيت صحيح هذه القضية ليست مطروحة في الوسط الشيء لكن هذا واضح جدا لمن أراد أن يتتبع أحاديث أهل بيت العصمة هؤلاء هم أئمة الأئمة ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دهر الدهر كم هو؟ لا أعلموا إلا الله والألف أعلى رقم في اللغة العربية ما عندنا في اللغة العربية مليون؟ أعلى رقم في اللغة العربية هو الألف فمكثوا ألف دهر ثم خلق جميع الأشياء وأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليه فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون التحليل والتحريم هنا ليس في الدائرة الدينية والتشريعية في الدائرة التكوينية حديث عن التكوين رواة تحدث عن الخلق لا علاقة لها بالتشريع الديني ثم خلق الأشياء فأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليه تكوينها فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون كما يقول إمامنا السجاد إذا شئنا شاء الله إذا شئنا شاء الله وإذا شاء الله شئنا مشيئة واحدة إذا شئنا شاء الله وإذا شاء الله شئنا مشيئة واحدة لو لم يكن الأمر هكذا لما خاطبتهم الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم هو نفس المضمون الذي نقرأه في دعائك ميل وبقدرتك التي ذل لها كل شيء هم قدرة الله وقدرة الله هم فلذلك من شئنا هنا هذا نفس المضمون الموجود في الكتاب الكريم حين تتحدث الآيات عن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء لا توجد موازين نفرضها على الله هو يهدي من يشاء ويضل من يشاء كيف ما هي الموازين لا نفرض الموازين نحن عن الله الله سبحانه وتعالى هو يفرض الموازين يوسعها يضيقها يزيلها يلغيها الأمر هو هو في هذا الحديث فمن يحتمله يا ابن رسول الله فالإمام قال يا أبا صامت من شئنا أبا صامت هو الذي سعى للإمام قال يا أبا صامت من شئنا مداخلة شيخ رير على هذا الموضوع ممكن نصداقها على الواقع التاريخ أو كل واقع الحالي هذا مصداق المشيئة المشيئة العم لو كانت عندهم هذه المشيئة لماذا جرى الذي جرى عليه لماذا لم ينتصر الحق على أيدي هذا الأمر أنت تستطيع أن ترده على الله سبحانه وتعالى لماذا لم ينصر الله دائما الحق هذا موضوع ثاني يعني نحن إذا نريد أن ننقل الكلام إلى مناقشة هذا الموضوع وهو أن الأئمة صلوات الله عليهم لم يفعلوا لم يفعلوا ولايتهم التكوينية هذا فهم تضييق للموضوع الذي أنا تحدث عنه نحن الآن سنترك الأسئلة الباقية وندخل في هذا هذا موضوع مهم موضوع مهم جدا أولا هذه النصوص التي تتحدث عن ولاية الأئمة المطلقة هذه في أي أفق تتحدث هذه تتحدث أساسا في أفق الإمامة الكونية لا تتحدث عن الإمامة الأرضية وسنأتي عن الإمامة الأرضية نأتي نأتي بالتسلسل لكن هذه الأحاديث التي مثلا في زيارة الندبة زيارة آل ياسين غير المشهورة هكذا تسمى في كتب المزارات غير دعاء الندبة هذه زيارة للإمام العج وهي من التوقيعات أيضا الصادرة من الناحية المقدسة نخاطب آل محمد هكذا فما شيء مننا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل وهنا حينما نقول مننا باعتبار نحن البشر البشر هو المثال الأعلى الذي نراه في العالم الأرضي فإذا كان الأسباب والسبل المرتبطة بالبشر هي متأتية منهم فمع غير البشر من باب أولى فما شيء مننا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل حين نقرأ في الآية وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون هذه الرؤية هذه الرؤية الكونية إن هذه هي رؤية الله رؤيتهم الآية واضحة يعني مثل ما الله سبحانه وتعالى ينظر إلينا هم ينظرون إلينا فهذه رؤية خارج الإطار الجسد الأرض هذه مثل ما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة خلقكم أنوارا وجعلكم بحير فيها القرآن يعبر عنها زينة هي زينة لسماء الدنيا الزينة قطعا يكون حجمها أقل من المزين بها شيء طبيعي يعني يعني الآن لما أتزين بخاتم أو المرأة تتزين مثلا بأقراط كم هو حجم الخاتم أو حجم الأقراط قطعا الزينة تكون أقل من الشيء الذي يزين بها فإذا كان هذا العالم الواسع من هذه المجرات والكواكب والنجوم زينة للسماء الدنيا الرواية أيضا تقول السماء الدنيا للسماء الثانية كحلقة في فلات مثل حلقة مرمية في الربع الخالي في صحراء واسعة والسماء الثانية إلى الثالث هكذا أيضا والثالث إلى الرابعة هكذا والرابعة إلى الخامس هكذا والخامس إلى السادس هكذا والسادس إلى السابع هكذا وكل السماوات كحلقة في فلات إلى الكرسي وسع كرسيه السماوات وكل هذه السماوات كحلقة في فلات بالنسبة إلى الكرسي والكرسي كحلقة في فلات بالنسبة إلى العرش الذي أحاط بكل شيء وهم أحدقوا بالعرش أحاطوا به هذه السعة لا تنسجم مع تفكيرنا الأرض وأن نقيس الأحداث السياسية والاجتماعية فهناك جانب من النصوص القرآنية ومن الزيارات ومن الأحاديث ومن الروايات تتحدث عن إمامتهم الكونية وأن الأرزاق نازل إلى العباد ليس فقط في أيام حياتهم علي الذي ولد في سنة كذا في البيت الحرام من فاطمة بنت أسد علي هذا هو التجلي البشري الذي ظهر في هذا المقطع الزماني علي ليس محصورا بهذا الهيكل البشري علي أكبر من ذلك وهكذا البقية فمرة نتحدث عن الإمامة الكونية كان الله ولم يكن معه شيء ثم خلقهم ولم يكن معهم شيء أيضا تلك هي الإمامة الكونية المحيطة بكل الوجود فما شيء مننا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل في الزيارة الجوادية المروية عن الإمام الجواد التي نزور بها الإمام الرضا وبكم تحركت المتحركات وبكم سكنت السواكن وتحركت المتحركات وهنا السواكن والمتحركات ليس فقط في الجانب المادي في الجانب المادي وفي الجانب المعنوي وفي الجانب البرزخي ما بين المادة والمعنى وما يرى وما لا يرى ما كل شيء نحن نرى وما يرى وما لا يرى فمرة يكون الحديث في هذا الأفق ولايتهم فعلا نافذة وجارية وهذا الوجود قائم بهم خليني أكمل ومن أكمل اتفضل أما ظهور الأئمة صلوات الله عليهم في العالم الأرضي في هذا المقطع الزماني مع أن الأئمة كان لهم ظهور قبل هذا المقطع الزماني كنت مع الأنبياء باطنا وبالمناسبة إذا أردنا أن نعود إلى الكتاب المقدس الآن إذا نعود إلى الكتاب المقدس أنا تتبعت كلمة إيليا في كتب اليهود في كتب النصارى وتتبعت كل ما كتب في التفسير عندهم كل ما كتب في أشهر التفاسير الموجودة في مكتبتهم وأنا أتكلم هنا هذا الكلام سينشر على التلفزيون وعلى الإنترنت ليس في جلسة خاصة تتبعت في كل كتبهم وفي كل تفاسيرهم كلمة إيليا نحن في رواياتنا إيليا يعني عليا ماذا يقولون عن إيليا في كتبهم؟ يقولون عن إيليا الشخصية ليست محددة بالضبط وبالتشخيص ولكنها صاحبة المعجزات والغرائب على طول الخط هذا خلاصة ما يقولونه الشخصية غير محددة صحيح عندهم نبي اسمه إيليا موجود موجود في عداد الأنبياء في الكتاب المقدس هناك نبي اسمه إيليا وهناك إيليا يخرج في آخر الزمان هذا شخصية مبهمة ليست واضحة في كتبهم لكن إيليا وأعتقد أن البعض منكم من المسيحيين أيضا يعرفون هذه الثقافة بعض منكم الآن من الأخوة الحاضرين وإيليا الذي ورد ذكره كثيرا يقولون دائما هذا الاسم إذا ما ذكر تأتي معه المعجزات والغرائب المرتبطة بالعالم العلوي ودائما يكون مع الأنبياء الآخرين وحتى الشواهد الموجودة الآن في الكتاب المقدس هو يأتي معينا ومرشدا للأنبياء الآخرين الآن الموجود في الكتاب الرسمي المعتمد أنا كان عندي برنامج موجود إذا يمكن أن تدخل على اليوتيوب وتكتب إيليا تحدثت عن هذا الموضوع جئت بالكتب وأخرجت النصوص الموجودة كان في التوراة في الإنجيل كتاب العهد القديم الجديد إلى آخرين مرادة أنا لا أريد الآن أن أسف كثيرا في هذه الخضية ولكن الأئمة كان لهم ظهور حتى في كتبنا باب حط ما هو الذي أمر الله بني إسرائيل أن يسجدوا عند هذا الباب في تفسير الإمام العسكري وهذا باب في مدينة أريحة أو في غيرها بحسب الاختلاف الذي ورد في تحديد القرية هو باب نصب الله على هذا الباب صورة مثالا كما يقول إمامنا العسكري مثالا لمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما وأمر بني إسرائيل أن يسجدوا لهذين المثالين حتى على مستوى الصورة حتى على مستوى الصورة المرسومة لما ذهب النبي بصحبة أبي طالب ولما ذهب لوحده إلى الشام أخرج علماء النصارى صورة للنبي ورثوها عن الأنبياء وطابقوا فيما بينها وبين صورة النبي على هذه المستويات مراد أنهم كانوا موجودين على جميع المستويات لكننا حين نتحدث عن ظهورهم في هذه المرحلة حينما بعث نبينا وبعد بعثة النبي إلى يومنا هذا حينما ظهروا في هذه المرحلة حاجة البشرية وهي في المرحلة الجنينية لنموها أن يتصرف الأئمة هكذا وإلا فدولة سليمان النبي كان النبي سليمان ينفذ ولايته التكوينية على الجن والإنس وأين سليمان؟ سليمان هو من شيعتهم وما هو في أفضل درجات الأنبياء سليمان كان ينفذ الولاية التكوينية وهي فكرة تقرب لنا الدولة المهدوية كيف سيجري الأمر في زمان إمامنا صلوات الله وسلام عليكم عدم تفعيل الولاية التكوينية بالضبط مثل ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يظهر للناس أنه لا يحسن القراءة والكتابة وإلا هل كان رسول الله لا يحسن القراءة والكتابة الأئمة يلعنون من يقول بهذا الأئمة يلعنون كيف يمكن؟ كيف يمكن أن رسول الله لا يحسن القراءة والكتابة إمامنا الصادق يقول إن رسول الله يقرأ ويكتب بسبعين ألف لسان إنه يقرأ ويكتب بألسنة الدنيا وألسنة العالم العلوي وفي رواية من الروايات إنه يقرأ ما كتب وما لا يكتب حتى غير المكتوب يقرأه ما كتب وما لم يكتب لكنه لم يفعل هذا الأمر لماذا؟ لحاجة الناس إلى ذلك كي يسهل على الناس أمر قبولهم للوحي تسهيل لأنه إذا كان يقرأ ويكتب هكذا ظاهرا مثل ما كان النبي صلى الله عليه وآله لا يروي بيتا من الشعر أكان عاجزا عن قول الشعر رسول الله؟ أم كان عاجزا عن رواية الشعر؟ بدل جاهلية يحفظون آلاف الأبيات ويحفظون المعلقات ونبينا صلى الله عليه وآله كان عاجزا عن قول الشعر؟ أو كان عاجزا وهو الذي يقول أنا أفصح من نطق بالضاد لم يكن كذلك ولكن لأن القرآن وصفه بأنه ليس بشاعر والقرآن وصفه بهذا الوصف أيضا مراعاة للواقع العربي لتسهيل الأمر من باب اللطف على أن لا تنتشر هذه الدعاية التي تقول بأن هذا القرآن ضرب من ضروب الشعر مثل قضية الزهراء صلوات الله وسلام عليها إمامنا العسكري يقول هي حجة على الحجج لكن الزهراء ما فعلت إمامتها الواقع البدوي والواقع العربي القبائل لم يكن مساعدا على تفعيل إمامتها وإلا إمامنا العسكري يقول وأمنا فاطمة حجة علينا حجة على الحجج هي إمام للأئمة وليست إماما فقط هي إمام للأئمة هناك الكثير من مثل هذه الأمور إذا أردنا أن نتتبعها فسنجت أن الأمر يلاحظ فيه شيئا الشيء الأول أن المستوى البشري الذي عاش فيه الأئمة يقتضي أن يكون التصرف بهذا الشكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا كان يقول لأصحابه كان يقول لهم لا تأكلوا أموال الناس بالباطل فيأتي أحدكم يأتي أحدكم فيقيم البينة وأنا على أساس البينة أحكم له بمال أخيه لأن القانون هو هذا القانون القضائي البينة على من ادعى واليمين على من أنكر هذا هو القانون بالمجمل في الحياة البشرية هذا القانون يستطيع أن يوصل في الأعم الأغلب الحق إلى أصحابه لكن ليس بالضرورة أنه أن يوصل الحق في جميع الحالات يمكن أن يأتي الإنسان بشهود كذب وتقبل شهادتهم ويثبت الحق له وما هو له بحق ومع ذلك رسول الله أمير المؤمنين عملوا بهذه القواعد والقوانين لأنهم لو أرادوا أن يعملوا بالقواعد والقوانين هناك حادثة طريفة ربما طال المجلس هناك حادثة طريفة هذا رجل في زمان أمير المؤمنين حين كان الأمير في الكوفة هذا رجل قطع قطع يعني يقطع بسرعة يوجد هناك من الناس مجرد أن يرى أي قرينة أو أي شيء يقطع يقول الأمر كذا وكذا من دون دليل قطع واضح وذلك علماء الأصول علماء الفقه يقولون قطع القطاع ليس بحجه لأنه يقطع بسرعة مثل هذا الذي يقال عنه مثلا كثير الشك لا يعتنى بشكه فقطع القطاع ليس بحج هذا الرجل في يوم من الأيام كان عنده آنية قدر مثلا في حليب أم العرب يقولوا اللبن يسمون الحليب لبن كان في حليب قدر في حليب وضعه في غرفة من غرف الدار وخرج لما رجع صادفه الكلف في الطريق في ساحة البيت عنده كل وكان على فم الكل شيء من الحليب فقال قطعا هذا الكلب دخل إلى الغرفة وشرب من ولغ في هذا قطعا تنجس الحليب الحليب كان مقداره كثيرا عز عليه ذهب إلى الأمير سأله قال يا أمير المؤمنين القصة كيت وكيت هذا قدر عندي فيه حليب وضعته في الحجرة وبعد ذلك وأنا تمشى في باحة البيت رأيت الكلب وعلى ثمه كان أثر من حليب الأمير قال له أنت رأيت الكلب قد ولغ في الحليب قال له قال الحليب طهر ربما الكلب جاء بهذا الأثر مكان آخر لكن هذا الرجل ما أعطته نفسه ذهب و يعني ألقى بالحليب على الأرض قال يعني هذا الكلب في البيت و آثار الحليب موجودة على بوز الكلب مرت العيام هو هذا الرجل هذا هو قصاب ذهب يقضي حاجة في خربه يقضي حاجته في خربه الخربة كبيرة كانت في جانب من الخربة قبل لحظات قبل أن يذهب هذا لقضاء حاجته هجم رجل على رجل وقتله في الخربة وقتله مزقه بسكين هذا القصاب دخل على رسله لقضاء حاجته فلما أتم قضاء حاجته وخرج قصابه والسكين في حزامه وثيابه ملطخة بالدم في هذه الأثناء جاءت الشرطة وصل عندها خبر أن شخص مقتول شخص مقتول ملقى على الأرض في الخربة والدماء تنزف منه وهذا فيما بينه وفقط الحائط هذا قضى حاجته في الجانب الثاني من الخربة وهذا ثيابه ملطخة بالدم والسكين في حزامه ملطخة بالدم فلما أمسكت به الشرطة قالوا أنت قتلته قال نعم أنها قتلته لأنه هو يعني يقطع مثل قال هؤلاء أيضا يقطعون يعني هو لو كان في هذا الموقف فلما أخذوا إلى الأمير الأمير قال لا ما أنت الذي ما أنت الذي قتلته ولكن لما أهرقت الحليب في ذلك اليوم هذه مثل تلك نفس القضية الآن الإمام لو نفرض أنه يحكم بحسب الظوار هذه حالة خاصة واقعة خاصة بحسب الظواهر وهذا هو أقر على نفسه والاعتراف سيد الأدلة كما يقولون إقرار العقلاء كما نقول في الشريعة على أنفسهم جائس خلص هو أقر على نفسه هذه قضية خارج السياق سيقتل فلذلك مثلا الأحكام الشرعية عموما المنظومة الشرعية هي لتنظيم الحياة الدنيوية لذلك الأحكام في الآخرة غير الأحكام في الدنيا ممكن في الأحكام القضائية يحكم أن هذا الشخص قد تاب عندنا قانون التوبة تدرأ الحدود ولا تفصيل في الأحكام القضائية التوبة تدرأ الحدود الشخص يثبت عليه الحاد بسبب التوبة هناك تفاصيل موجودة لا مجال لدخول في تفاصيلها فيمكن القاضي بحسب ضوابط شرعية معينة أن يحكم بأن هذا الشخص تاب وبالتالي لا تجري عليه الحدود لا تقام عليه العقوبة لكن عند الله لا يعد تائبه التوبة عند الله موازين وأخرى التوبة القضائية شيء التوبة المجتمعية في المجتمع شيء والتوبة عند الله شيء آخر الحر لما تاب هذه توبة عند الله حين قال له الإمام إن تبت تاب الله عليك هذه حالة استثنائية خروج عن السياق العام السياق العام تطبيق الظواهر حتى الإمام صلوات الله وسلامه عليه حين يظهر لن يفعل ولايته التكوينية بالكامل تجري الأمور بالأسباب الطبيعية ولكن الفارق بين عصر الإمام الحج وبين عصر الأئمة أنه حينما يحتاج الأمر أن ينفذ ولايته التكوينية ينفذ ولايته التكوينية حين يحتاج الأمر ينفذ ولايته التكوينية ولكن لا بد أن تجري الأمور بأسبابها هذا قانون في هذا العالم الذي نعيش فيه أبى الله كما يقول الإمامنا الصادق أبى الله إلا أن تجري الأمور بأسبابها هكذا نظم الله هذا العالم أبى الله إلا أن تجري الأمور بأسبابها من جملة جريان الأمور بأسبابها لا بد من وجود قانون لتنظيم الحياة لا بد من وجود مشرف على هذا القانون وهذا المشرف المثال الأكمل هو الإمام المعصوم وإلا من الخطأ الكبير أن نتصور أن الإمام المعصوم هو حاكم هذه ليست من مقامات الأمة هذه من نعم الأمة على الخلق لأن الخلق بحاجة إليها لو كانت من مقاماتهم لم استطاع أصحاب السقيفة أن يسلبوها منهم هذه ليست من مقاماتهم مقاماتهم لا يمكن أن تسلب لا يمكن مقاماتهم إذا ما ذهبنا إلى الدعاء المروي عن الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه في أدعية شهر رجب هذا دعاء مروي عن الإمام الحج عن السفير الثاني يبدأ الدعاء اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك المستبشرون بأمرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك أسألك بما نطق فيهم من مشيئتك فجعلتهم معادنة لكلماتك وأركاناً لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها مقاماته لا تعطل لا يمكن أن تعطل هذا تصور قطبي هذا فهم شافعي الآن الشيعة حائرون أن الإمام المعصوم حاكم أو ليس بحاكم عند ولاية يشرع أو لا هذا الحجي خرط هذا الكلام نشأ على أنغام النقاش مع المخالفين لأهل البيت المخالفين لأهل البيت تصوروا أن الإمام هو مثل رئيس القبيلة وتعاملوا معه على هذا الأساس نحن قلنا لا هو مثل رئيس القبيلة لكن شوية أحسن محسن رئيس قبيلة محسن فعلاً هذا الذي يطرح الآن في الفكر الشيعي أن الإمام هو هكذا يقولون الآن اذهب إلى كتب مراجعنا ما تعريف الإمامة فيها؟ الإمامة رئاسة دينية دنيا وهذا تعريف والله جاءوا به من الماوردي الشافعي هذا تعريف الماوردي الشافعي للإمامة ما هو تعريف أهل البيت؟ تعريف أهل البيت للإمامة الزيارة والجامعة الكبيرة هذا تعريف أهل البيت دعونا نكمل فجعلتهم معادن لكلماتك وأركاناً لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان يعرفك بها من عرفك لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وأخلقك هذه الإمامة الإمامة عند آل محمد هذه أما هذا البحث الذي يطرح يمكن أن نجد تعريفاً موجزاً وبعد ذلك أعطيك المجال إذا في بالك حديث تعريف موجز في الاستئذان وأنا أقرأ من مفاتيح الجنان كتاب الذي بين يدي ومفاتيح الجنان هناك استئذان موجود في بداية الزيارات يقرأ لزيارة الأم وخصوصاً لزيارة السرداب الشريف فماذا نقرأ في هذا الاستئذان من جملة ما نقرأ في هذا الاستئذان نقول وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَنَّ عَلَيْنَا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضراً في المكان إذا كانت لأهل البيت حاكمية فهذا الحاكمية لا هذه الحاكمية التي يتحدث عنها الآن إذا لهم من مقام حاكمية فهذا حديثهم هذه كلماتهم هذه زياراتهم هذا لا تعريف من الماوردي ولا من الأشعري ولا من سيد قطب ولا من فلان ولا من علان هذه زياراتهم هذه أدعيتهم وهذا كتاب المفاتحة الشيعة تقرأه إما أن يكذبون على أنفسهم أو يضحكون على أنفسهم وإما أن تكون هذه الكلمات صادق والحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضراً في المكان هو هذا الكلام يمكن أن نجد شرحاً له موجزاً في زيارة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه الزيارة المطلقة الأولى من زيارات سيد الشهداء إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم والصادر عما فصل من أحكام العباد حكمية هي هذه إذا كان الأئمة حاكمية الدنيوية أنا أتحدث عن الحاكمية الإلهية المطلقة الحاكمية الإلهية المطلقة هي نفسها التي جاءت في دعاء السحر هذه الحاكمية الإلهية المطلقة للأئمة نحن في دعاء السحر هكذا نصف أئمتنا هذا الدعاء اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه هذا هو من أوله إلى آخره في الإمام الحجة بن الحسن صلواته الله وسلامه عليه لبديهة واضحة البديهة الواضحة أن الله ليس مركبا فبهاؤه ليس على درجات الذات الإلهية ذات بسيطة إذا قلنا هي ذات مركبة من درجات فهذا يعني أن بعض أجزائها تحتاج إلى أجزاء أخرى والذات الإلهية ليست مركبة من أجزاء بينما هذا الدعاء يحدثنا عن أجزاء مراتب اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه فهناك أبهى البهاء وهناك بهاء وهناك الأبهى وهناك ثلاث مراتب هذه المراتب أين تكون في الله لا يمكن فأعلى هذه المراتب هي فيهم المراتب الباقية هو ما ظهر منهم في سائر الخلق هذا الدعاء من أوله اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه من جمالك بأجمله من جلالك بأجله من كمالك بأكمله من عظمتك بأعظمها من رحمتك بأوسعها إلى آخر الدعاء ومن جملة ما جاء فيه اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه سلطان دائم لن يتوقف في مكان ومقاماتك التي لا تعطيل لها كما مر علينا قبل قليل في كل مكان يعرفك بها من عرفك لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك والحديث عن آل محمد حديث يطول إذا أباركم شيء أنا بخدمتكم أسمعي س Surah من أجل أسمعني أجل أجل شكرا طبعا أجل أجل أنني ممتحة أجل ومن كأت جرح أكثر يعني أنا اللي بدرت أعطى خلال هذا الكدح وكلامك أنه هما سنن وقواني الوجود سنن وقواني الوجود الكلية تتمظهر فيهم صحيح وفي إرادتهم ليس الآن ولأنه قولوا فينا ما شئتم صحيح نحن فعلا فعلا نحن ما نعرفه هو مجرد يعني كلام هو كلام ما نعرفه هو كلام يعني بعبارة أخرى حكم سطر نحتاج تسليم أي هو لا بد أن نتحدث لا بد أن نقول لا بد أن نتعلم لا بد أن ندرس ولكن يبقى كل هذا في حدودنا يبقى كل هذا في حدودنا هناك رواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هذا الذي سأله سأل الإمام عما خرج من علمهم إلينا وما خرج ووصل إلينا الكثير ومع ذلك ما وصل إلينا كل ما خرج وهم ما استطاعوا أن يخرجوا إلينا إلا النزر اليسير الإمام يقول ماذا؟ ويقول على سبيل الإحتمال الإمام يقول على سبيل الإحتمال يقول لعل الذي خرج إليكم يعني ليس قطعيا ولكن يقرب الفكرة من علمنا ما هو ما هو إلا كألف غير معطوف يعني حتى حرف واحد لس كامل في الخط الكوفي الألف تكون معطوف يعني ما تكتب هكذا وإنما تكتب معطوفة تعطى فيعني يقول ما خرج إليكم حتى ما هو بحرف كامل يعني ما خرج إليكم ولا شيء وأنت هنا شيحنا العزيز ما تفسيركم أو رؤيتكم للمشيئة لعدم استخدامهم من قدرة تكويني لإمام وجعلهم مثلا من قتل حسين وقتل الإمام وما موجود منظرهم وهم أنهم من قدرة المشيئة ليش لحد الآن معطليها؟ هو نفس الكلام هل لي يصدوا؟ هل لي يصدوا؟ كي قوله تعالى الله لقد آثرت وما هذا؟ أي يعني البشرية يجب أن تأتي طوعا بدون أمر وتدخل إلى إلهي؟ لا لا هو خلينا إحنا مرة يعني مرة نتحدث مرة نتحدث وكأن الذي جرى في الأرض هو هذا كل شيء هذا الكلام يعني لا يكون دقيقة مو أن الذي جرى في الأرض هو كل شيء الذي جرى في الأرض هو يمثل لوحة لربما من تريليونات اللوحات في هذا الوجود ما كل الوجود في هذا العالم الأرضي؟ وما كل الذي جرى في هذه المقاطع الزمانية المحددة هذه لقطة من اللقطات إذا قيست بالقياسة البشرية وبقياس هذه القبة لأما يسمونها قبة آدم يعني هذه المرحلة من الخلقة التي سميت في حديث أهل البيت بقبة آدم قبة آدم وهذا المقطع الذي نحن نعيش فيه إذا قيست بهذه القياسات نعم هي تلك المصيبة العظمى التي لا تماثلها مصيبة ولكنها إذا قيست بهذا الوجود الواسع المحيط هذه تمثل لوحة تمثل جانبا من جوانب التقدير وهذا الأمر هذا الأمر جرى عليهم مثلما يجري مثلما يجري على الوالد وهو يرعى ولده ولربما يقدم ما يقدم من حياته لأجل ولده ويضحي بكل حياته المشكلة هو في فهم الأشياء حينما تفهم الأشياء هكذا أن الإمام الحسين إمام من الله وأن يزيد هو هذا الفاجر وأن الصراع حدث لأجل تغيير وضع سياسي معين وجرى الذي جرى هذا وجه من وجوه الذي جرى الناس تقيس على هذه الصورة وتحسب على هذا الحسين بالضبط الآن الآن إذا نأخذ الأشعار التي يقرأها الخطبة والناعون على الحسين والرواديت الآن نسبة كبيرة من النعي هي مسيئة لأهل البيت مسيئة لكن الثقافة تعودت على هذا اللون ولا يبكي الناس إلا هذا اللون والناس رسمت صورة للواقعة بهذا الشكل كثير من الصور التي هي في مخيلتنا رسمت من خلال هذا التراكم البشري المستمر إذا أردنا أن نضع الأمور في نصابها التصور يتغير بالكامل وإلا هناك الكثير الآن من الأشعار أنا قد إذا سمعتها أبكي عليها وهي مسيئة لأهل البيت تعودنا من الصغر نسمعها ونبكي عليها إذا أسمع الخطيب صوت جميل يقرأ الأبيات في المصيبة مع أنني إذا أردت أن أحللها الآن سأثبت لكم بأنها أسوأ ما قيل في أهل البيت ولكننا تعودنا على هذه القضية هناك الكثير من الأفكار والكثير من البديهيات والكثير من التصورات موجودة في الأذهان ناشئة من خلال هذا التراكم الفكر الطويل فعلى أساسها بنيت هذه البناعات نحن مشكلتنا أين؟ مشكلتنا في طريقة التفكير نحن لا نفكر كما يريد أهل البيت لذلك دائما أنا أقول المشكلة في تركيبة العقل الشيعي نحن لا نفكر كما يريد أهل البيت نحن نفكر على أنغام ونوتة موسيقى أعداء أهل البيت ولذلك هذا الهاجس يسكن الشيعة عموما من المراجع إلى أبسط الناس حتى في بيوتهم إذا واحد تكلم بكلمة إيش راح يقولون علينا زين إذا قلنا هالشكل إيش راح نجاوبهم المخالفين وإحنا حايرين الريد نهدي المخالفين وهم ما يهتدون وحايرين الريد نرضيهم وهم ما يرضوا وحايرين الريد نفهمهم وهم ما يفهمهم وحايرين بهم وهذه المكتبة الشيعية كلها مؤلفة على هذا النغم خطباء الشيعة يتحدثون على هذا النغم الخطيب الماسوني الوحيد الذي خالف هذا النغم هو أنا فقط وصرت ماسونيا لأنني خالفت هذا النغم الوحيد الوحيد الذي خالف هذا النغم هو أنا خرجت على هذا النغم وصرت ماسونيا بسبب ذلك أما الثقافة الشيعة ومع ذلك مع ذلك أنا لم أعطي ضمانا في يوم من الأيام أنني قد تخلصت من هذا أنا جزء من هذا الواقع الشيعي أنا جزء من هذا الواقع الشيعي وأنا تربيت في هذا الواقع منذ نعومة أطفالي أنا منذ عمري أربع خمس سنوات وأنا أتابع المجالس الحسينية منذ ذلك وحفظت كلامهم منذ ذلك هالعمر وهذه الطريقة المخالفة لأهل البيت حفظناها منذ نعومة أطفالنا نشأنا على هذه الثقافة ونشأنا في هذه الأجواء وهذا هو الواقع الموجود لو أننا نفكر كما يفكر أهل البيت أو بعبارة أدق كما يريد لنا أهل البيت أن نفكر وإلا لا نستطيع أن نفكر كما يفكر أهل البيت ولكن أن نفكر كما يريد لنا أهل البيت أن نفكر وذلك لا يكون حتى يعاد تركيب العقل الشيعي حتى يعاد تركيب العقل الشيعي سنفهم الأمور بشكل آخر سنفهم الأمور بشكل آخر ما موجود في أيدي الشيعة من فهم الدين أنا لا أبالغ إذا أقول تسعون بالمئة مما في أيدي الشيعة من الدين يخالف ما هو موجود في حديث أهل البيت فأنا لا أتحدث لا عن أحلام ولا عن مكاشفات ولا أتحدث عن كتب غير معروفة أنا أتحدث عن الكافي أنا أتحدث عن زيارة الجامعة الكبيرة أتحدث عن كتبنا الحديثية الأصلية أتحدث عن تفسير أهل البيت للقرآن أتحدث عن تفسير القمي والعياشي وأضراب هؤلاء أنا لا أتحدث عن كتب في الزوايا أتثار عليها الشبهات أنا أقول أن الفهم الموجود في الساحة الشيعية لو أردت أن أأخذه وأزنه بما في كتب حديث أهل البيت تسعون بالمئة مخالف لحديث أهل البيت تسعون بالمئة إما مأخوذ بشكل مباشر من المخالفين أو مأخوذ من حديث أهل البيت وفقا لقواعد التقييم أو الفهم من المخالفين أنت قد لا تجد حديثا من حديث المخالفين تجد حديث أهل البيت عند هذا العالم أو الفقيه أو المرجع ولكن كيف اختار هذا الحديث من بين الأحاديث لماذا اختار هذا الحديث كيف فهمه النتيجة التي استخرجها ما هو ميزان تقييمه لها كل هذا مأخوذ من المخالفين يعني قد تكون مادة الطحين قد تكون مثلا ممكن مادة الطحين قد يكون البعض منها من طحين أهل البيت ولكن الطحين المضاف إليها ليس من طحين أهل البيت والخميرة والماء والإضافات الأخرى التي أضيفت إليها ولا حتى الفرن ولا الخباز ولا كل الذين عملوا لا علاقة لهم بأهل البيت جزء من الطحين جاء به من أهل البيت ولكن بعد ذلك ختم بمهر أنه من أهل البيت هذا هو الواقع الشيعي الموجود علما علما ليكن معلوما أن هذه الحقائق التي أقولها إذا ما جلستم مع كبار علماء الشيعة بشكل خاص لن ينكروها ولكنهم يكفرونني حين أتحدث بها يعني في المجالس الخاصة وهذا الكلام لا أقولها كذا جزافا أبدا في المجالس الخاصة هذه المطالب التي أذكرها لا ينكرونها ربما ربما لا يتفاعل وجدانهم وقلوبهم معها لأنهم اعتادوا على ذوق آخر لكنهم لا يستطيعون إنكار المصادر والأدلة والحقائق والوثائق لا يستطيعون إنكارها ولذلك نحن في أزمة الآن الواقع الشيعي في أزمة نحن في أزمة كبيرة نحن في أزمة فكرية في أزمة قيادية ولا توجد في الأفق علامات للحلول لا توجد في الأفق نحن في أزمة نحن نعاني من خطاب متخلث نعاني من عدم برنامج من عدم مشروع من عدم تخطيط من عدم وجود رؤية من عدم وجود مؤسسات من عدم وجود قيادات من عدم وجود قوانين ونظام ينظم الواقع الشيعي أبدا نحن بعبارة مختصرة ربما البعض يرفض كلامي هذا ولكنني أتحدث دائما بجرأة وبصراحة نحن في الواقع الشيعي في واقع المؤسسة الدينية هذا ما لمسه أنا أنا ابن هذا الواقع الشيعي وما لمسه عن قرب واقعنا الشيعي يدار يدار في ضوء حزمة من الأعراف والقوانين التي هي دينية ولكنها عشائرية في الحقيقة مع حزمة من أنظمة علاقات ما فيه بالضبط هكذا الوقت هذا هو الواقع الذي لمسه أنا بيدي سيقلون ما يقولون لا أبلي ولكن هذه الحقيقة الأعراف التي تحكم الواقع الديني ما هي بأعراف دينية مثل أعراف العشائر أعراف العشائر أعراف مقدسة عند العشار لو سألتهم من أين جئتم بها لا أعلم ربما البعض منهم يحفظ حكاية عن أحد أجداده ومن هو؟ رجل أمي جاهل حدثت معه قضية وفي وقتها حكموا بهذا الحكم وصار الحكم جاريا إلى يومك هذا أضطر المراجع بعد ذلك الآن أن يوافقوهم عليه أحاديث أهل البيت ما يقبلونها رجل أمي جاهل لا ندري من هو أصلاً ربما لا يعرف يتطهر ما كان يصلي طيح أو أعقاله فادمر من المرات وحكموا بثانية من السواني على طاحت الأعقال وثبت الحكم إلى اليوم والآن المشاكل ما تنحل إلا بهذه الطريقة ولذلك اضطر المراجع أن يفتو بأن الأحكام الجارية في حلول العشار أحكام صحيحة وتنفذ ورواة أهل البيت طرحت جانباً بالضبط نحن عندنا قواعد وقوانين في المؤسسة الدينية في الجو الديني لو بحثت عن أصلها لا أصل لها لا أصل لها لا أصل شرعي ولا حتى أصل ذوقي ولا أصل عقلي ومنطقي ولكن الويل لمن خالفها الويل الويل لمن خالفها هي عبارة عن حزمة من القوانين والتقاليد والأعراف التي هي كالقوانين والأعراف والتقاليد العشارية غاية ما في الأمر تلك ينفذها شيخ العشيرة هذه ينفذها المرجع والعالم والوكيل تصاحبها حزمة من العلاقات التي هي كعلاقات ما فيها وهذا الكلام الإمام الصادق قال له لست أنا الذي قلته في تفسير الإمام العسكري إمامنا العسكري ينقل عن إمامنا الصادق نفس هذه الرواية فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لديني في نفس هذه الرواية الإمام يتحدث عن بعض مراجع التقليد السيئين عند الشيعة فيقول أنهم يعاملون الناس بهذه الطريقة يهلكون من يتعصبون عليه الذي يتعصبون عليه لا يوافقهم يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان للإعزاز أهلا ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له من هو من أتباعهم وإن كان للإذلال والإهانة أهلا هذه مافيا ما فيها المافيا هكذا تعمل المافيا هكذا تعمل أعضاء المافيا ينصرون يدعمون على أي حال المعادل المافيا يضرب يقتل على حق على باطل على أي شيء خارج المافيا هذا هو الذي يجري في الواقع الديني أولي هو هذا الذي يجري بالنسبة لي أنا لمسته وعايشت هذا الأمر ما يقرب من أربعين سنة لمسته بيدي لذلك أقول القضية حين أذهب إلى الأعراف والتقاليد الموجودة في الجو الديني هي مثل الأعراف والتقاليد العشائرية حين أذهب إلى منظومة العلاقات وتوزيع المناصب والمقامات فهي كحال المافيا مثل ما يقول إمامنا الصادق أنه يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان للإعزاز والإكرام أهلا ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصب له وإن كان للإهانة والإذلال أهلا هذا موضوع ثاني نحن نتحدث في أجوائنا الشيعية نتحدث في أجوائنا الشيعية ومع ذلك في نفس الرواية يتحدث عن هذه المجموعة فماذا يقول أنهم أضر من جيش يزيد على الحسين وأصحابه على ضعفاء شيعتنا هم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين وأصحابه هذا كلام الإمام الصادق هذا الذي لا يذكرونه في نفس الرواية فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه هذه رواية طويلة ولكنها تبتر فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مطيعا لمولاه مخالفا لأمر هواء فللعوامع يقلدوا ستوب كمل ماذا قال الإمام الصادق ولا يكون ذلك إلا بعض فقهاء الشيع على جميعه هذه الجملة لا يجوز أن تحدث هذه تكملة للرواية ورواية طويلة إلى أن يقول لهم حتى المقطع السابق ومن نفس الرواية أنهم يهلكون من تعصبوا عليه من نفس الرواية وحينما يتحدث عن هؤلاء الفقهاء يقول يتعلمون بعض علومنا الصحيحة بعض علومنا الصحيحة ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيتقبله المسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم هؤلاء هم الذين يقول عنهم الإمام هؤلاء أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه يقول لي أن الجيش يزيد سلب الحسين وأصحابه أرواحه وأموالهم وهؤلاء فقهاء السوء سلبوا ضعفاء شيعتنا أديانهم وإيمانهم قضية خطيرة جدا يعني قضية خطيرة وكبيرة جدا ورح نشبه شتائم من وراء هذا الحج وهذا رح نشرح نشبه شتائم من وراء نلتقي غدا إن شاء الله في ندوة يومي غاد أسألكم الدعاء جميعا وأعتذر للأخوة الذين والأخوات الذين لم أستطع أن أجيب على أسئلتهم اللهم يا رب فاطمة بحق فاطمة اشفي صدر فاطمة بظهور الحجة عليه السلام أسألكم دعا جميعا وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين رب فاطمة محمد وعلي محمد حديث صلاة ترجمة نانسي قنقر هيا صاحب الزمان الأمان الأمان وين شمسك عن سمائي لوي المهدي موتحان الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر